السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هذه القرآن ما زلنا مع التأمل في تنزيل القرآن الكريم على قلب خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة نحرص على ان نتعرف كيف نزل القرآن سورة سورة على قلب النبي الكريم تحدثنا في حلقات سابقة في اول الاسلام لما كان غريب وكيف وجه النبي الكريم عدة صعوبات وعدة عراقيل في نشر الدعوة الاسلامية وكان يأمر صحابته بالصبر ويأمرهم بالاحتساب ثم بدأ عدد المسلمين يتكاتر خرجوا من دار الارقم ابن ابي الارقم وصار يتكاتر عدد المسلمين واللحظة سوف نتحدث عن تفسير سورة وهي سورة الكافرون حينما تكاتر عدد المسلمين وصارت لهم كلمة وصار عندهم موقف مؤيد وصار المشركون والكفار يفاوضونهم ويساومونهم وصلنا الى السورة في التنزيل رقم عشرين وهي سورة الكافرون التي في مطلعها يقول ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم وليدين هذه السورة ايوا الاحباب الكرام سبب نزولها ان المسلمين بدأوا يتكاترون كان في البدء اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هم من العبيد ومن الفقراء والمساكين لكن صار بعض الاثرياء وبعض الاعيان وبعض الاهل اهل الفضل بدأوا يعجبون بالدعوة الاسلامية وتكاتر عددهم في مكة المكرمة فبدأت المفاوضات وبدأت المساومات في البدء جاءوا يعرضون على النبي الكريم بعض الاطمع يا محمد ان كنت تريد مالا اعطيناك من المال ما تشاء وجعلناك اكترا من نغنا وان كنت تريد نساء زوجناك بمتى شاء وان كنت تريد دورا وقصورا بنينا لك ما تشاء بل ولو كنت تريد ملكا وزعامة سيدناك علينا لكن اترك هذا الكلام الذي تدعو به يا محمد يروي ابن عباس رضي الله عنه ويحكي وقد كان صغيرا يشهد ما الذي وقع في ذلك اليوم اجتمع كفار قريش ومن بينهم كان الوليد ابن المغيرة وكان الوائل ابن العاص وكان امية ابن خلف وابو جهل وابو لهب وغيرهم من الكبراء الذين كانوا يتحكمون في السوق الاقتصادية وكانوا عندهم اموال طائلة ويخشون من هذه الدعوة انها تزلزل برجهم الاقتصادي ومكانتهم الاجتماعية لما عرضوا على النبي الكريم كل هذه الامور كان يقول لعمه والله يعمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر على يساري على ان ادع هذا الامر ما تركته ابدا موقف قوي وموقف صارم انه مفي لا تنازل ولا مساومة لكن فيما بعد صارقوا فالقريش يتنازلون فجاءوا عنده وقالوا يا محمد لماذا تذكر الهتنا بسوء تذكر اللات والعزة ومنات تعال بنا نتفاوض هيا بنا نحن نعبد اله كسنة انت تقول بان الهك ليس كمثله شيء وانه السميع البصير وانه خالق السماوات والاراضين وانه مبدع الانسان نعم نؤمن بك لكن على اساس انك تعبد الهتنا سنة اخرى نحن نعبد اله كسنة وانت تعبد الهتنا ما هي الهتهم هي اللات والعزة ومنات وغيرها من الاصنام والاوتان مفاوضة ومساومة اننا نعبد الهكسنة وتعبد اله الهتنا سنة ونبقى مسالمين ندعو الى السلم وندعو الى الحوار الاجتماعي وننشد الاستقرار الامني ونبني الحياة معا سويا فكرة جميلة النبي الكريم قال لهم اذا دعوني دعوني حتى يأتيني الامر من ربي تركوه لحظات فجاءه الوحي الالهي سيدنا النبي حينما يأتيه الوحي يعلوه الرحضاء العرق الشديد يتصفض من جبينه ويرتعش وكأنه مرجل فقالوا ان النبي الان يوحى اليه اتركوه فتركوه والناس كلهم حاضرون عن يمينه هناك صناديد وكفار قريش والكبراء وعن شماله هناك اصحابه من الفقراء والعبيد والمستضعفين والثلة من من الكبراء الذين اعتنقوا الدين الاسلامي فصعد النبي الكريم على مرتفع بجانب الكعبة وقال لهم لقد انزل علي اللحظة قرآن من السماء كانوا ينتظرون ما هي هذه الرسالة القرآنية الجديدة التي سوف يقولها محمد وماذا سوف تحمل من اخبار ومن انباء هل سوف توافق على هذا العرض الذي قدمه كفار قريش بان يكون هناك مساومة وتكون هناك مفاوضة وتنازل من الطرفين ام انهم سوف يتشبتون بموقفهم العنيد والصارم فقالوا هيا يا محمد اتل علينا مما تزعم انه قرآن فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المرتفع ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم وليدين كلام قوي كلام فيه شدة كلام لا يقبل المساومة ولا يقبل المفاوضة ولا يقبل التنازل هذا دين يا خلق الله يا عباد الله هذا ليس مشروع اقتصادي هذا ليس مشروع فني هذا ليس مباراة رياضية هذا ليس حوار ومفاوض على شبر من بقعة الارض هذا دين وهذا عقيدة فربنا عز وجل يقول له يا محمد قل لماذا قل لان القرآن الكريم كلما جاءت آية مقررة للعقائد ربنا يقول قل اذا جاءت مقررة يقينية ما في جدال ولا نسخ ولا تبديل فيها كلمة قل دائما قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل هكذا دائما الكلام العقدي فيه تقرير يقيني يبدأها ربنا بقول يعني الكلام اياكم ان تزعموا بان الكلام من سبل محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل انه كلام الله رب العالمين قل يا ايها الكافرون يخاطب الله تعالى الكافرين من هم الكافرون الخطاب وان كان موجها لقريش في ذلك الزمان بل هو كما ذكر العلماء والمفسرون هو خطاب شامل لكل الخليقة الى قيام الساعة هذه اية محكمة غير قابلة للتبديل والتغيير الكافرون في الزمن الاول كانوا هم المشركون الوثنيون وكان هناك بعض الاقليات الدينية التي تغير دينها كاقلية يهودية ونصرانية كانت تعيش في ذلك الزمان وكانت تعتقد بان العزير ابن الله وان عيسى ابن الله وكذلك اللا دينيون ما يسمون بالدهريين الدهريون الذين ينكرون الاديان اصلا ويقولون ما في دين ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وكذلك الصابئة الذين يعبدون النجوم والكواكب وغيره من الوثنيون واصحاب العقيدة الثنوية يعني ثنائية الوجود كانت في فارس يعتقدون بان هناك الهين اله الخير وإله الشر اله النور وإله الظلمة تسمى العقيدة الثنوية انها متنات فيها الهين اثنين وغيرها عقائد كانت شتى كثيرة الاسلام جاء بمنهج جديد يسمى منهج التوحيد هناك منهج التوحيد في مقابل منهج التعددية منهج التشردم منهج البلقنة فربنا عز وجل جاء يؤكد على التوحيد الخالص قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هذا فيها يقين وجزم لا أعبد ما تعبدون وكلمة لا أعبد أنني لا أسجد لا ألتمس العطاء لا أخذ منهجي في التغيير في السلوك في الفكر في الحضارة في الأخلاق لا أتخذه إلا من عند الله لكم دينكم اليدين الغريب أن هذه الآيات جاء فيها تكرار وهذا التكرار ليس تكرارا عاديا وإنما فيه تنوع وفيه جزم عظيم لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لا أعبد فعل يعني جملة فعلية والجملة الفعلية تتعدد وتتجدد يعني العبادة مستمرة لا أعبد ما تعبدون ثم جاءت بفعل المضارع والمضارع يفيد الآن والاستقبال لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في في الماضي ولا أنتم عابد ما أعبد في المستقبل وكأن الصيغة جاءت ثلاث مرات في التكرار يعني لا أعبد ما تعبدون لا الآن ولا في الماضي ولا في المستقبل بمعنى أن العقيدة الإسلامية عقيدة صحيحة مستمرة عبر الزمن وعبر المكان في الماضي والحاضر والمستقبل لا يمكن أن تتزعزع ولا أن تتبدل إلا أن قال لكم دينكم ولي دين يعني أنتم لكم الدين لتتبعونه دين الشركي والوتنية ونحن لنا الدين التوحيد الخالص هذه السورة كانت تسمى بسورة الإخلاص لأنها جاءت وسورة الإخلاص مشتركتين فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دوما إذا أرد أن يصلي كان يصلي الركعة الأولى بالفاتحة والكافرون والركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد فكان العلماء يقولون إنها وسورة الإخلاص كأنهما مندمجين ملتسقتين لأن كلاهما موضوعهما واحد وهو إقرار التوحيد الخالص فالنبي الكريم في كل صلواته في الفجر كان يصلي بهاتين الركعتين بهاتين الصورتين في الطواف لما نطوف حول الكعبة المشرفة ونصلي عند مقام إبراهيم واتخذ من مقام إبراهيم المصلى نصلي ركعتين خفيفتين الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون والتاني بالفاتحة وقل الله أحد وهكذا في كل المناسبات فكان النبي الكريم يحط الصحابة على أنهم يصدون ركعتين بهاتين الصورتين مرة سمع شيخا يقرأ بهاتي الصورتين فلما قرأ قل يا أيها الكافرون قال هذا عرف ربه هذا عرف ربه ولما قرأ بصورة الإخلاص قل هو الله أحد قال هذا آمن بربه مرة أخرى سمع نفس الشخص يقرأ بهاتي الصورتين فقال أما هذا فقد فقه ربه وأما الصورة الثانية فقد كتب له بها الجنة قال فيها كلام كثير بمعنى أن هذه الصورة فيها بركات وفيها رحمات عظيمة وتسمى براءة من الشرك من يقرأ سورة الكافرون كتبت له براءة من الشرك فالنبي الكريم كان يقول الصحابة من قرأ سورة الكافرون كتبت له براءة من الشرك فكان النبي الكريم يقرأها يوميا خصوصا قبل النوم يقرأها حتى يختمها ثم ينام وكأنه يوطد في نفسه أنه ليس هناك إلا الحق سبحانه وتعالى ليس هناك ند ولا شريك ولا غير ذلك هذه الصورة المباركة صورة الكافرون منهم من يتهمها فهما معينا والبعض قالت بأنها خلقت إشكال في عصرنا هذا في عصرنا هذا لما نقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد يعني هناك منهج صارم غير قابل للمساومة ولا للتبديل ولا للتغيير أنتم عبادتكم بمفردها ونحن عبادتنا بمفردها طبعا الخطاب إذا كان موجه لأهل الشرك في ذلك الزمان في قريش في قبيلة محدودة ولكن الخطاب عام فقد يكون هناك في كل زمان ومكان كفار جدد هناك الشيوعيون مثلا الذين كانوا يقولون لا إلهة والحياة مادة والدين أفين الشعوب وهناك عدة أديان ظهرت في التاريخ فكلها ينطبق عليها نفس المعنى في الآية القرآنية لا يظن ضمن بأن خاص بقريش في ذلك الزمان فهي في كل زمان وإلى قيام الساعة حتى في مستقبل لا شك أنه سوف تبرز عدة أديان جديدة وعدة عقائد جديدة ويسمون بأسماء متعددة ويمكن أن تكون لك مسوما نقول بأن التوحيد الخالص منهج والكفر هو متعدد فيه صور ومعاني مختلفة هذا المنهج في عصرنا هذا لاحظنا بأن البعض أراد أن ينسخه فكت هناك دعوات من طرف بعض المنظمات العالمية التي لها تمويلات من الخارج تدعو إلى ما يسمى بنبد التعصب الديني لأن فعلا وقع تعصب ديني عند بعض أتباع هذه الدينة السماوية دين الإسلام فدعوا في الأول إلى نبد التعصب الديني وهذه فكرة جميلة فكرة الكل يطالب بها لكن أصحاب هذه المنظمات يسيرون نحو التدرج بعد ذلك طلبوا بالحوار بين الأديان نعم الحوار بين الأديان أيضا مطلب أساس فالتعصب الديني ونبده في القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي والحوار بين الأديان مطلوب وربنا عز وجل يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لكن سر التدرج حتى سمعنا بأن هناك منظمات يعقدون تجمعات بين كل الأديان وغايتها هي أن نجعلها دين واحد نجعلها دين واحد وهنا فيه تشويه للعقيدة الإسلامية العقيدة الإسلامية عقيدة صارمة عقيدة تقوم التوحيد أي تغيير أو تبدل في التوحيد سيكون هناك تغيير في العمق وفي الجوهر وذلك طبعا مرفوض رفضا تاما بنص الآية القرآنية فيا ما سمعنا وسوف نسمع في المستقبل على ضوء الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الشخصية والتجديد دعوت لكي نلين الدين نعم نحن مطالبين بتدين الدين وتجديد الدين لكن على أساس أن تبقى الأسس متينة وتابتة ولا تتزازع أيضا أيها أحب الكرام بسبب هذه الآية القرآنية وهذه الصورة العظيمة البعض بدأت حركات إرهابية بدأت تؤدي الناس وتكفر المجتمعات فجاء ما يسمى بالجاهلية الحديث عن جاهلية القرن العشرين هناك كتاب مثل سيد قطب رحمه الله تكلم عن جاهلية القرن العشرين وطبق هذه الآية على المجتمعات وصار هناك منظمات بسببها سل الدماء وفتحت سجون ووقع خراب كبير العلماء والمحققون يقولون بأن هذه الآية وهذه الصورة والكافرون إنما تطبع على القلوب بالإيمان واليقيم لكن هذا لا يعني أنك تكفر أي إنسان فنحن في المجتمع الإسلامي نحن أمة الدعوة أمة الدعوة والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالإحسان إلى كل غير مسلم لكنه مسالم الغير المسلم المسالم لا حرج في أن تعيشه وتعامله دون أن ترميه بالكفر تقول هو غير مسلم عبضة عن تقول بأنه كافر أو مشرك تقول هذا مسلم وهذا غير مسلم على أمل أن يصر مسلما فربنا عز وجل يقول لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم فأي شخص على غير دين الإسلام يعتقل أي اعتقاد يهودي نصراني بودي هندوسي صابي ملحد كما كان شأنه مادم أنه لا يقاتلك ومادم أنه لم يخرجك من ديارك ولم ينهب خيراتك فأنت ملزم بأن تعامله بالحسنة وتعامله بالسلامة وتعامله بالمصلحة المتبدلة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعض الأشخاص من شباب الصحابة آدوا ذمي لهو غير مسلم من أهل الدمة فقال من آدى دمياً أو أكل حقه أو فعل به كده أو كده فإنني خصمه يوم القيامة الذي يؤذي ذمي الذم من هو؟ هو غير المسلم الذي هو مسالم غير مسلم مسالم يسمى ذمياً كما نلاحظ مثلاً في عصرنا هذا تغيرت أشياء كثيرة فأصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة وأصبح السياح يأتون إلى البلاد الإسلامية والمسلمون يسافرون إلى البلاد الغير الإسلامية فالبعض ربما يريد أن يطبق هذه الآية أو هذه الصورة بحدافرها فيقع في أخطاء جسيمة ويعلن تكفير المجتمعات ويسمها بجاهلية القرن العشرين ويصدر في حقها أحكام بالعنف أو بإسالة الدماء فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أن إذا كان هناك مسلم وغير مسلم مسالم فعليك أن تعامله بالحسن وما هو العقد كان أيام زمن يسمى عهود ومواثيق للدم نحن اليوم عندنا التأشيرات الفيزا الفيزا والتأشير هي عبارة عن عقد عقد مسالمة وعقد تعايش وعقد تبادل منافع فالمقصود هو أن الإنسان يحتفظ بعقيدته في قلبه وفي سلوكه وفي مواقفه لا يغيرها ولا يبدلها ولكن بالمقابل يمد جسور التواصل مع الآخرين من أجل أن يدعوهم إلى هذا الدين ويبشرهم بعقيدة التوحيد ويكون بلسما للجروح وتبقى دائما كلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله معناه لا إله إلا رب العباد سبحانه وتعالى ولا منهج متبع إلا منهج من استفاه الله واشتباه لكي يبين الطريق والمصار فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا